السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معي على قناة اميرة والكروشير. معكم مرفة ياقوت قد من جروب كروشير الاميرات. في فيديو النهاردة ان شاء الله هشتغل معيكم فاصل للكتب او للمصحف زي ما انت شايفة كده. ان شاء الله بازن الله يجي علينا رمضان واحنا كلنا بخير وصحة وسلامة بازن الله. طبعا احنا كلنا بنستخدم المصحف في رمضان اكتر. فنقول تعمل معيكم الفاصل ده. انت ممكن تعمليه كهدية لصحابك وحبايبك. هتبقى هدية جميلة جدا. وممكن كمان تعمليه كمشروع تجاري من بواقل خيوط اللي عندك. سواء قطن او صوف. اهم حاجة الصوف ما يكونش بيوبر. اه وكمان يفضل في استخدام الفاصل ان انت تستخدمي خيوط رفاية عشان تديكي نتيجة حلوة. انا هنا هستخدم اليزا كوتون جولد وحستعمل معي ابرا مقاس تلاتة لالومنيوم. بس يفضل ان انت تستخدمي خيوط ارفع كمان من اليزا جولد. الفاصل عبارة عن شريط بتشتغليه شريط من الكروشير بتشتغليه رايح جاي رايح جاي. وفي الاخر بتعملي القفلة بتاعته عشان تديكي الشكل الدورون. وبتركبيله شرشوبة زي ما انت شايفها كده بتديله شكل جميل. طبعا الشريط ده انت بتشتغليه بالطول بقى لحد ما توصلي لطول الكتاب اللي انت هتعمليه بيه. وبعد كده بتقفلي القفلة اللي انا هقفلها معيكي في الفيديو. طبعا الشريط الكروشير ده لاستخدمات كتير ممكن تستخدميه كتعمليه هو نفس الخطوات كايد لشنطة او حزام ممكن تعمليه منه بندانة وتركبي عليها وردة بعد ما بتقفليها. وممكن تعمليها كاكسسور زي ما انت شايفها كده تعمليها كاكسورة تركبي لها زرار وتركبي عليها لولي. يعني انت ممكن بابداعاتك تنوعي في استخدماتك للشريط. نفس الخطوات تعملي منها حاجات كتير. قبل ما نبدأ في تنفيذ الفوصل لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. اه تدوسي لايك وتدوسي كومنت. اه بكون سعيدة جدا برجوتكم معي. يلا بنا نبدأ مع بعض طريقة عمل الفوصل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هتعملي دايرة سحرية. وانا بعمل الدايرة السحرية. بعمل عقدة البداية. وبعدين بوسعها بيجي كده بالروحة. وبشتغل على الحلقتين بتوع الدايرة السحرية. يعني بشتغل على الفتلتين. هترتفعي تلات سلاسل. واحد اتنين. تلاتة. وتدخلي جوا الدايرة السحرية. تشتغلي جواها سبعة من العمود بلافة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة ستة سبعة. طبعا العمود بلافة بتغجي كل بتغجي اللفة على الابرة. وبعدين بعد ما بتسحبي اللفة بتغجي كل اللفتين مع بعض دا العمود بلافة. اشتغلتي تلات سلاسل وبعدين عملتي سبع عمود بلافة. بتعملي اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربع. وتدخلي جوا الدايرة السحرية وتقفلي بمنزلقة بانك بتسحبي الخيط وتعجي من على اللفة اللي على الابرة. دي كده اسمها منزلقة. يبقى انت كده عملتي تلات سلاسل وبعدين سبع عمودة وبعدين عملتي اربع سلاسل منزلقة جوا الدايرة السحرية بتروح يشدد دايرة السحرية عشان تتقفل معيك. كده بتتقفل معيك لانك مشيتش على الفتلتين مع بعض. تمام? بعد كده هترتفع اربع سلاسل. واحد. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وحتلف الشغل وهتدخلي جوا الاربع سلاسل. هتشتغلي سبع عمودة. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. خمسة ستة سبع. بعد ما عملت العمود السابع بتعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. وتدخلي جوا الاربع سلاسل اللي انت اشتغلتيهم. وتروحي جاية عملة منزلقة. يبقى احنا عندنا هنا الشريط هو تكرار لسطر واحد بس. هو انك بترتفعي تلات سلاسل وتدخلي جوا الاربع سلاسل تشتغلي سبع اعمدة وبعدين تعملي اربع سلاسل ومنزلقة جوا الاربع سلاسل. فانت هنا هتعملي تلات سلاسل اجدفع. واحد اتنين تلاتة. وتلفي الشغل وتروحي لدخلي جوا الاربع سلاسل وعملة سبع اعمدة بلفة. واحد. اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبع. بعد ما عملت العمود السابع بتعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. وتدخلي جوا الاربع سلاسل وترجي الصحبة بتاعت الابرة بتاعتك تعديها من على اللفة لعالابرة بمنزلقة كده انت قفلتي السطر. يبقى الشريط كله عبارة عن تكرار لسطر واحد اوله بيبقى ارتفاع تلات سلاسل وبعدين بنشتغل جواه سبع اعمدة وبعدين بنعمل اربع سلاسل منزلقة. يعني اوله تلات سلاسل واخره بعد ما بتشتغلي السبع اعمدة اخره اربع سلاسل ومنزلقة. وتفضلي بتكراري اللي انا بعمله دلوقتي ده انت تعملي تلات سلاسل ارتفاع وتخش جوا الاربع سلاسل تعملي سبع اعمدة وبعدين تعملي اربع سلاسل منزلقة. تفضلي تكراري ده لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاها في الشريط. هتعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع. وتقفلي بمنزلقة جوا الاربع سلاسل. يعني الاربع سلاسل دول احنا بنشتغل عليهم سبع اعمدة ومنزلقة. تمام? بعد طبعا في الاول بترتفعي تلات سلاسل وفي الاخر بيكون عندك اربع سلاسل. بتفضلي شغالة على بنفس الطريقة بتكراري السطر لحد ما توصلي لحد الطول اللي انت عايزاها سواء هتعمليه كفاصل او هتعمليه كاي حاجة بتوصلي للطول المطلوب وبعد كده بنرجع نكمل مع بعض. فانت هتفضلي تكراري في السطر ده. رايح جاي رايح جاي. اوله تلات سلاسل وبعدين سبع اعمدة واخره اربع سلاسل منزلقة. بعد ما اشتغلت الشريط بالطول اللي انت عايزاه بتوصلي لحد الاخر فبتيجي على اخر سطر هتعمليه وحترتفعي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وحتلف الشغل وتدخلي جوه الاربع سلاسل بتشتغلي سبع اعمدة بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. انت في كل مرة كنت بتعملي اربع سلاسل عشان تقفلي بيهم السطر لكن احنا هنا هنعمل على العمود هنشتغل عمود. يعني العمود اللي هيقابلك قدامك ده هتشتغلي عليه عمودة على طول. وعلى العمود اللي جنبه هتعملي نص عمود. وعلى اللي جنبه هتعملي حشو. وبعد كده هتعملي منزلق. ده اللي هيبقى عندك الشكل الدورون اللي في النهاية. يبقى انت اشتغلت جوه الاربع سلاسل سبع عمدة. وبعدين العمود اللي هيقابلك اول عمود هيقابلك اللي قطي الدورون معيك ده. هتشتغلي عليه عمود. وتاني عمود هتشتغلي عليه نص عمود. وتالت عمود هتشتغلي عليه حشو. الجابع هتشتغلي عليه منزلقة. لما هتشتغلي المنزلقة مش هتغدي زيه كل مرة ما بناخده ودقفله. لأ انت بتسحبي الخيطة على طول كده. وبتقصيه. وبعدين بتخيطيه بالابرة والفتلة. بعد ما قفلت بالمنزلقة بتدخلي كده بالروحة بتجيبي ابرة التقفيل. وبتدخلي بالروحة كده. لحد ما توصيلي النص العمود. تحت الاعمدة بالشكل ده. عشان ما تبنش معيكي. وترجعي تاني. من تحت الاعمدة برضو. وتتبتش عليها بقى انت رايح جاي بالروحة لحد ما تقفيله. نفس الحكاية في الدائرة السحرية ما تنسيش تتبتي عليها كويس. اللي بتتبتش عليها جامد كده. وتعجيها من بين الاعمدة. وتقصيها. بعد ما تتأكدش ان انتش قفلتها حلوة كده. بتقصيها. بعد كده بتجيبي حتة خطلة من الخيط اللي عندك حوالي متر. وتقصيها. وتزبطيها كده بالطريقة دي. تمام? بتخلي الزبطيها بالقبرة كده بحيس ان الفتا لكلها تبقى جنب بعض عشان ما تتلعش واحدة اطول من واحدة. وتيجي على البداية اللي انتش بدتيها. هنا كده في الفراغ ده اللي في النص وبتدخلي. بتدخلي الابرة باللفات اللي عليها. بتروحي جاية. زي ما انت شايفة كده. دخلتي الخيط جوة اللفة بتاعته. يعني بقيت مدخلة الشرشوبة كلها. بتلف الشغل عشان دوش الشغل معاكي. وتزبطيه كده عشان تطلع مزبوطة معاكي. وتشدي كده حل. كده انت عملتي الشرشوبة. تمام? بقت مزبوطة معاكي. بتركبيها من تحت عند الجزء اللي هو بديتي منه الدائرة السحرين. بعد كده بتزبطيها بالطريقة دي وتقصيها. كده انت عملتي فاصل للكتاب اللي عندك. شكله جميل وسهل وبسيط. وفي نفس الوقت ممكن تستخدميه في استخدمات كتير جدا بانك بتطولي الشريط تستخدميه زي ما انت عايزي. انا النهاردة كده خلصت معاكم الفيديو البسيط ده. اه لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة. وكمان لو حتعلقي لو انت محتاجة اي حاجة. اه عايزة فيديو لأي حاجة ممكن تقوليلي عليها. وممكن تبعتيها على كروشي الاميرات وان شاء الله انفزها في اقرب وقت بازن الله. اه كده انا خلصت الفيديو لحد ما نتقابل. ناسبكم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.